بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمن النوازل التي جاءتنا في عصر كورونا نازلة تقول ما حكم الجماعة صلاة الجماعة والتراويح ونحوها عبر برنامج زوم أو سكايب أو غيرها ولا يفوتني أن أشنع على الفريق الذي خاض في المسألة بغير علم فأقول إن من النوازل وجود هذه الأصناف في مقام من يتصدى للفتوى لأن من النوازل نزلت المسلمين المصيبة المصيبة الأولى هي ما حكم هذه المسألة هذه قضية سهلة المصيبة الثانية حينما تجد من يتصدى للتدريس كما قال الفالي ليس القالي ليس أبو علي القالي ما يتينه واحد مولا بدعاء ينبه على كل مسألة يقول لا يقول إيش يقول قال القاو هذا أبو علي القالي ويأتي يتفيق عليه لا أبو علي القالي بفضل لا قرأت كتابه كاملا وهو من أهم كتب الأدب نعم الحمد لله رب العالمين يقول الفالي رحمه الله تصدر للتدريس كل مهوس بليد تصدى تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدى من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس تجتم لا والله ما أجتم يا أخي بس مصيبة هذه مصيبة لابد أن ينبه الناس إلى البلاء المبين الذي وصلوا إليه الجماعة عبر الزوم لا يجوز نقطة انتهى قولا واحدا لماذا لا يجوز لأن شروط الجماعة غير متحققة لا يوجد مكان يجمع القوم عند الحنفية مثلا في مذهبنا إذا ما قطع الطريقة نهر مثلا تجري فيه السفن لا تصح الجماعة طريق تمر فيه السيارات والخيل ونحو ذلك بحيث تنقطع الصفوف حصل فاصل كبير هنا ننظر إذا كانت الصفوف متصلة ولا يوجد فاصل عرفي نهر فاصل عرفي فكيف هو في بلد وأنت في بلد هو في قطر وأنت في قطر أين الجماعة؟ هل هذا مفهوم الجماعة؟ الشيخ أحمد بن الصديق الغماري على ساعة علومه وعلى علو كعبه حينما وقعت منه زلة آنذاك وكل جواد له كبوة بجواز الصلاة خلف المذياع قامت قيامة العلماء ولا أعلم أحدا واثقه في هذا وعدوها من شدوذاته حتى وقع فيه بعض شيوخنا الكبار كل النفضى إلى ما قدم سمعته بأذني وتتجه أصابع الاتهام بأن هذا لصالح فرنسا وغير ذلك نحن لا نرتضي هذا الكلام هو عالم كبير وجليل ولكنه أخطأ في هذه المسألة يوجد فواصل حقيقية عرفية أصلا الجماعة إذا لم تتصل حركاتهم وانقطع الكلام بحيث أنك لا تسمع ولا ترى الإمام بطلت الجماعة أصلا فكيف بوسائل مختلفة تماما وقد يكون قبلك في القبلة والصفوف لا يتقدم الإنسان عن الإمام كيف يفهمون هذه يعني كيف كل مفسدات الجماعة موجودة في الزوم هذا إذا تقدمت علي من بطل الصلاة الجماعة إذا صليت أنت قبله فكيف تضمن هذا مع برنامج زوم لا ولا حط برنامج زوم بحيث يكون الناس يصلون في مسجد واحد ما المسألة هي هي واتصت الصفوف هذا من التسرع أحباب أن تتابع وإنسان يقرأ القرآن ويصلي التراويح وكذا شيء جميل حسن جميل حسن تتابع بالذكر يعني على الأقل تسمع ذكر الله جل جلاله أما أن تصلي والصفوف متصلة لا أولا هذه نازلة قلت نازلة ثانيا قواعد الجماعة كلها تنفرض في مثل هذه الهيئة يعني ليس لها وجه شرعي أصلا نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله الأهل العظيم ترجمة نانسي قنقر